اشتركوا في القناة عرب فيها عن ترحيب مملكة البحرين بعقد هذا الاجتماع لمجلس الجامعة بناء على طلب جمهورية الصومال الفيدرالية بمواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة اراضيها من قبل جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مواربا عن القلق الشديد جراء التوتر في العلاقات بين البلدين الجارين والناتج عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ الاول من يناير الحالي بين اثيوبيا وقليم ارض الصومال تمس بسيادة جمهورية الصومال والسقلالها ووحدة اراضيها وتعرض امنها والسقرارها للخطر وقال سعادة وزير الخارجية ان المبادئ الرئيسية للعلاقات الدولية تلزم جميع الدول باحترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهو ما اكد عليه ميثاق الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي مشيرا الى ان مخالفة هذه المبادئ يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية ومن شأنه ان يزيد حدة التوتر والتصعيد في منطقة القرن الافريقي ويقوض الاستقرار الاقليمي ويهدد السلم والامن الدوليين واضف سعدته ان اقليم ارض الصومال هو في الواقع الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية وهو ليس دولة مستقلة ذات سيادة مؤكدا انه ينبغي ان يكون لمجلس الجامعة العربية موقف مبدئي ثابت وداعم لسيادة والسقلال دولة عربية شقيقة دعيا الى تحرك دبلوماسي عربي فاعل على كافة المستويات والاصعد لمعالجة هذه الازمة الطارية والحد من تدعيتها تجنبا لانعكاساتها الخطيرة على امن واستقرار منطقة القرن الافريقي ومصالح شعوبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر